تحياتي لكل اخواتي او اخواتي الاهلوية في كل مكان يارب تكونوا بصحة وبسعادة وفهمان محمد شبانة بيقدب عصام عبد الفتاح او عصام هناء ملك الاحتواء بعد التصريحات اللي قالها في كابت الخطيب وفي النادي الاهلي ان هو كان هيقاضي النادي الاهلي وكان هيقاضي ادارة النادي الاهلي والكابت الخطيب على احدى البيانات الخارجة من النادي الاهلي او الصادرة من النادي الاهلي وكمان اتكلم على استعداد النادي الاهلي لتجهيز ملف كامل لكشف فضيحة اتحاد الكرة الحالي والسابق في تزوير عقد كهروة وكمان اللي حصل في الجزيرة وازاي يربطوا الخيوط ببعض علشان النادي الاهلي يثبت على ارض صلبة ويقدم شكوى يعني مكتملة الاركان وعنده مستمدات كافية للاتحاد الدولي لكرة القدم يثبت فيه ان الزمالك والتحاد الكرة تلعبوا في عقدين عقد الجزيرة وكمان عقد كهربا وهديكم بالدليل والبرهان وبالاعتراف ان عقد كهربا تم تزويره تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الاول محمد شباني قال ايه ونرجع نكمل فيديو بتاعنا بس ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلي وتدعونا بلايك وشارع الفيديو اول مرة تشوفنا اول مرة تخش خناة ايه تشترك في القناة واتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما نفوتك شائع الفيديو وننزل على قناة تخارنة الاهلوية على الايتيوب يلا نطلع ونسمع ونشوف شباني قال ايه ونرجع نكمل كلامنا يلا بنا كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لاجلة الحكام عمل تصريحات وحاجات كده بس استوقفني تصريح غريب جدا جدا يعني قال لك كنا سنقاضي الاهلي بسبب احد بياناته ضد الحكام وراجل قال كده في تصريح الاسبالك ونحن رفع قضية عن النادي الاهلي بسبب بيان ضد لاجلة الحكام والبيان ده مش اتهم صريح مش لعصام عبد الفتاح لوحده ده لكل الحكام واحنا اعتبرنا ده ايهانا وقال احنا ما رفعناش القضية لان احنا انا رضيت عن الحكام ورضيت على النادي الاهلي بخير تحقي بالرد على هذا الكلام النقطة دي بالذات تخلينا نوقف هل النهاردة فصيل الحكام او لجمة الحكام دي اللي هي بالتدار تحت ما ظلت اتحاد الكورة اي حد بس الايل اي حد يتجاوز مع الحكام من وجهة نظر الحكام يعني اتحاد الكورة يتفرج وللحكام يعني يطلع رسالة الحكام يقولك هنروح ارفع قضية عن النادي الاهلي يعني اش فهم دي جديدة دي يعني النهاردة مسؤول طلع تجاوز ضد حكم يروح الحكم بقضية او يروح يضربه على مين ولا اتحاد الكورة اللي بياخد حقه وفق اللوايح والقوانين اللي موجودة تصريحات الحقيقة بتتقال وكأنها يعني نوع من الشجاعة لكنها في الاصل مش شجاعة ديها في الاصل بتهدم فكرة ان احنا فهم عندنا اللوايح بنحتدمها يعني هازل التصريح يهدم الفكرة دي تماما يعني انت حكم او ايه سراجة الحكام هل ما حد يغلط فيه اللوايح تاخد بحقه ولا يروح المحكمة يقاضي ده يعني كلام كده بيتقال عبس يعني احنا عندنا التصريحات بتطلع كده عبس سواء العمل كده او اللي اتعمل فيه كده عبس يعني والله رظيم احنا عندنا حاجات غريبة كده من ضمني كمان الحاجات كابتن محمود الخطيب في الاجتماع مجلس الادارة الاخير كان فيه اجتماع طريق كمان مبارح واقعد مع الناس بتاعت شركة الكورة كابتن عدل القيعي والكباتن خالد عبدالقادر واحمد حسين عوض التلاتة اللي هم اللي مسكوا شركة الكورة قعد معاهم وعيز اقول بس حاجة انه هو منتظر تقرير الشؤون القانونية في الازمة بتاعت الجزيرة وبتاعت كهرباء علشان الاهلي يشوف الاهلي هيتدخل ولا مش هيتدخل هل هيطلب الملفه كله من اتحاد الكورة وتراجع عن طريق الفيفا وتراجع عن طريق جهات محايدة ولا لا فمنتظر الشؤون القانونية في تقارير الرسمية تقول له خش هيخش بس لو دخل هيبقى دخل عشان يطالب بصاحب الالقاب من الزمالك هيبقى الموضوع مش سهل يعني الموضوع مش سهل لازم يكون متذاكر كويس جدا ولازم يكون هو عنده دليل واثبات ان هناك من تلعب اما تبقى الموضوع صدفة الموضوع حصل اهمال الموضوع حصل عشان حد بيعمل اي فيلم موضوع حصل عشان خاطر الناس نعسانة يعني مفيش موضوع يبقى القالة هيتحط في موقف في احراق شديد جدا جدا لازم تكون عندك ايه البينة على ما ندعى لما تروح تقول ان موضوع الجزيرة في تلاعب لازم تثبت ان هناك تلاعب عشان تاخد الاجراء والموقف اللي انت عايزه لما تقول ان حصل تلاعب في قصة كهرباء لازم تثبت هذا الكلام عشان تروح تقاضي وتروح تجداء اهلي وصد زمالك بقى يعني هي مش قصة ان الزمالك والنادي الافريق التونسي او الزمالك وانديها في تونس او الزمالك والمقاولين او لا دعيب اقاله وسط زمالك فهو طالد تقارير من الشؤون القرونية عشان خطر يقرر هل هيتدخل في القصة دي ولا مش هيتدخل في القصص دي طبعا عقد كهرباء تم تزويره بالكاف والنون من اول قصة لنهاية القصة وهسمعكم دلوقتي تصريح وزلة لسان لمجدي عبدالغاني في قناة نادي الزمالك بيعترف فيها بتزوير عقد كهرباء نسمع ونشوف احسف اللعين ايه دلته الكهرباء ارت زي ما انا اتيت ارت اهو ا timberحص في الاسي انا shopping allures ugenau اهو كان المن Под estim معنا امام الزماني و هو كان يقول من عبدالرمانطط يعني الزماني الزماني الزمانططط كنت امام العودة اللي بعثنا الزماني بزارة التوطين جبنا ما يوبيت يعني انا خلقت من الزمان و اللي ده اخترت بزارة التوطين هو اللي بتقول عليك السلوم العقين و قلت معنا جبلي بالعاد العقود المؤسطة العقود المؤسطة و ده بعضنا في البن اي من ضمن هذه العقود كان عاد طهر طبعا اصبح العاد في النظر بقى ما كان مضيف من غير من غير تاريخ او مضيف تاريخ طبعا ما عاد ما عاد يعني ما عادش احنا الولد اللي احنا عاربين في العقود كان موجود مجموع من الوجود موجود طبعا كلها شايفي فندم العقد راح لهم من غير تاريخ مرتضة ضرب عقد من غير تاريخ لكن ما فيش تاريخ على العقب انت عمرك شفت إقتباي ا additions اي حاجة بدون تاريخ نفس القمر قاله مرتضة منصور فيه انه هو سدد ديون منه .اباس ومن مسدوه اباس الخدم Laden وجايب أقود منها بدون تاريخ هل احنا في حاجة بدون تاريخ الامر بالشيء يذكر والمثال بالمثال يذكر اسمعتني وهو بيقول جالنا العقود بدون تاريخ وبالتالي العدد والفقس للتاريخ المهدد ودفع المطلوب من صالح التحاد الفورد بالبنك وانتهت الفقس على كذا وبدأ بقيت يعني في أربابة الدافر ومنزبال يتقدم هذه العقود من الاتحاد الزودي والاتحاد الزودي أقرر يعني العقود نتكلم عن العقود للغرامة بقيت لكم كلها الأجل من العقود وشابت خذ قرار غرامة كهرامة ده انتي كان العقود اللي أمسلم ماذا قال ليه غرامة وإقافة ده القرار هنعطيك متواضكع غرامة طبعا ايه السحر يبقى المسؤول قاعد من هنا ويخرخر ويعترف ويقول حاجات نحن في تزوير لكن قال ان توقيع العقود كان مفيهوش تاريخ عمرك شفت يا مؤمن اي عقود يتكتب سواء بنبايع او شايل او اي شيء ممكن يبقى فيه منقول بدون تاريخ حضرتك اللي بتيجي بتأجر شقة لمدة معينة مش صاحب العقار بيكتب تنبس إقار العقار او العين فيه تاريخ كذا 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 هل فيه عقل مفتوح من غير التاريخ يعني اللعب اللعب العقل ده الحياة طبعا انت ممكن تكتب عشر سنين عشرين سنة من كذا لكذا مش فيهو يوقع فيه يوم التوقيع يوم كذا كذا شهر كذا عربيا وهجريا والتاريخ القبطي والتاريخ الاسلامي ولا صح ولا لا ولا هو سلاح مداح ما تقولينا يا كابتن مقشة ما تقولينا يا كابتن مجدي عشان لما نقولكم العقل فيه تسوير تبقى تصدقوا لما نقولكم ان النادي الاهلي على الحق وكهرابة على الحق تبقى تصدقوا المشكلة والمصيبة ان كهرابة كان موقع على العقل قديم تمام؟ بعد كذا لما تقلق وشم نفسه وبقى الكهرابة والناس كلها قال الكهرابة ده وارق راح الراجل قال انا ما عايز عالدين الجدل اعملوا لعقل جديد طلعوا لعقل رجع بتاع لوله خلاص ارمي العقل القديم كده منوش لازم تعال احنا عنوانين احنا عنوانين زي ما حضراتكم سمعتوا كده البداية تكلم على عصام هناء اللي مرتضى كان بيمسح بيه الارض يوماتي في قناة الزمالك وفي القناهات الاخرى ويقول لهم عصام ده مرتشي عصام ده فيه عصام ده فيه جهات جريشة كذا ده مش عارف ده فيه كده ده ابراهيم نور الدين كذا وكان بيطلع يمسح الارض بكل الحكام كانت فين جرقتك يا عصامي عبد الفتاح وردودك لما مرتضى كان بيمسح بيك الارض وقال عليك عصام هناء وانا مش هسكتلك وانا مش هسيبك يا عصامي يا هناء عشان خطر هناء مش كان بيقول الكلام ده فالح بس تعمل دقر على النادي الاقلي عشان عارف ان النادي الاقلي مش هيرد وعارف ان النادي الاقلي مش هيرد عليه ولكن مرتضى منصور كان بيمسح الارض بيك ده كان عيني عينك ويقول الحكم ده مرتشة والحكم ده عبض والحكم ده ملاكي ده قال ابراهيم نور الدين نادي الزمالك ان هو ملاكي للنادي الاقلي قالها مطلعتش لديه اتنحرارته وتكلمت يا عصامي هناء ما اتكلمتش فأن انت عايز تروح تقضي النادي الاقلي دا كانا الكبير لنادي الاهلي كانت التعلقيتك من الجمهير الندي الاهلي مش مش مرتضر لكنه حبيكي الارض تتغفله وجمهرذ الزمالك كانت لم يكتمسى حبيك انارها وتمسكه في بيان النادي الاهلي قال ان ان فيه شبهة فساد اه طبعا لفيه شبهة ده الفساد مستؤedu اتحاد الكهورة مستشرك في الرياضة المصرية ومستشركي النتائجoy bubble الملوث والحالات التحكمية اللي احنا جيبناها مرة واثنين وثلاثة وعشرة لكن ماشي هنعديها هنيجي بقى في الموضوع الاهم وهو عقد الجزيري وعقد الكهرباء وبالدليل وبالبرهان القاطع انا ازبطلكم ان مجدي عبدالغاني اعترف اعترف لمرتضة ان اعترف في قناة مرتضة وقناة نادي الزمالك ان العقد كان بدون تاريخ طب هو ازاي العقد اصلا يبقى بدون تاريخ ده مش دليل على التزوير فيه توقيع على بياض فيه توقيع على وراء ابيض وتحط التاريخ اللي انت عايزه والمدة اللي انت عايزها ده ده دليل اسبات في ادانة نادي الزمالك وادانة مرتضة منصور ان العقد كان مزور وكان فيه عقدين مع مرتضة قدم عقد والعقد التاني لا فيه فرق يا جماعة بين رغبة لعب والعقد فاللعب ممكن يكون بحسن نية وقع على العقد وما كانش فيه تاريخ حتى نسي يكتب التاريخ مرتضة منصور وبعته للاتحاد الكورة بدون تاريخ مش المفروض واجب على الاتحاد الكورة يقوله العقد ده غير سليم لانه بدون تاريخ لازم يبقى مكتمي يعني تقدر حضرتك تقدم في اي وظيفة حكومية من غير ما تحط رقم البطاقة مثلا او مثلا يبقى مطالبين حاجة معينة وانت تتغفالها هرجعوا لك الورقة يقولك انت ناسي البند ده ام لأي استمارة على النت هيقولك النقطة دي لا لازم تملاها منفعش ان حاجة بدون تاريخ بدون حاجة رسمية يثبت اليوم الدم فيه التعاقد واليوم الهينتية فيه التعاقد فده دليل دامغ على التزوير من اتحاد الكورة ومن مكتة عبدالغاني ومن الجامعة اللي كانوا موجودين ايام عقد الكهربة وزيروه عقد الكهربة كمان عقد الجزير يتزور علشان ما يدفعش قيمة المليون جنيه او 600 ألف جنيه لفريق الجزير القديم اللي هو التونسي اللي المفروض يدفع له حق رعاية او كده فالله انا عايز اقول ان احنا عايشين في مستنقع فساد اذا كانت شابانة يخجل ان هو يتكلم على عصام عبدالفتاح ويقولك ده يعني هراء او هزل من اللي قال او اللي قال بحقه لا ده الهزل الاخبر يا رسيش شابانة ان مرتضى منصور مسح بكرامة عصام عبدالفتاح او عصام هلاء الارض وهو ما تكلمش وهو ما فتحش بقه بس هو كده يعني فيه ناس اذا كانتش تتضرب بالجزمة ما تحترماتش لكن اللي بيخطبك باحترام وبأدب وبذوق بأخلاق هو ده اللي تطلع عايز تعمل فيه اضايا فيه شكاوي وهو اصلا يعني المفروض يختشي ويتوارى خجلا من الفساد المستشري اللي كان في عهده انتهى الفيديو بتاعنا ما تنساش حبيبي واخوية الهلاو تبعا لنا بلايك وشير الفيديو اول مرة تشوفني اول مرة تخش في القناة تشترك في القناة وتفعل زر جرس وتختار كل الاشعارات عشان ميفوتك شاي الفيديو وانزل على قناة الهلاوية على اليوتيوب اشكركم مرة تخش في القناة تلاتة عشرة كان معكم اخوكم هام الشباوي السلام عليكم اشتركوا في القناة